بسم الله الرحمن الرحيم وأن يبلغنا مواسم الطاعات وأن يقدرنا الخير بكرمه وفضله سبحانه وتعالى أخبركم إيه بعد رمضان وأخبر طاعة رمضان إيه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم لقاء اليوم هو بعنوان كما واضح عندكم يعني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم والحقيقة هو كنت حابب أنه يكون أشبه بدردشة ما بعد رمضان لكن فكرت أنه يكون درس عام بحيث أنه لا يقتصر هذا الدرس على مواسم المواسم الطاعات لكن يعني أنه يوسع الدائرة بحيث أنه يصلح إن شاء الله الصوت فيه إشكال السلام عليكم الصوت حصل فيه إشكال فيه ناس على الفيسبويت تقول الصوت فيه مشكلة طيب الصوت كويس أظن إن شاء الله الصوت طيب الناس اللي بتشتكي من الصوت واضح إن هي الإشكال عندهم يعني فيه ناس بتأكد إن الصوت كويس يعني إن شاء الله كنت بقول إن أنا محبيتش إن الدرس يكون خاص لدردشة ما بعد رمضان بحيث أن نحن نوسع الدائرة يعني لكن كان هدفي إن الإنسان لما بيمنى عليه من الله بكرمه وفضله وجوده والله سبحانه وتعالى بيجعل هذا الإنسان يدرك مواسم الطاعات وإدراك مواسم الطاعات فضل منه وكرم من الله سبحانه وتعالى لابد إن الإنسان يستغل هذه النعمة ويشكر هذه النعمة بأنه يوجه الطاقة التي خرج بها من هذا الموسم في الطريق الصحيح لمشكلة إن الإنسان بيبعثر هذه الطاقات في إنه قد يسقط في الزنب بعد رمضان فينتكس ويبتعد مرة أخرى عن الطريق في إن يحدث له إحباط عن طريق المقارنة يقارن حاله بعد رمضان بحاله في رمضان فيصاب بحالة من الإحباط عن طريق إنه يعود وينشغل مرة أخرى في تفاصيل الحياة الدنيا أو إن يعود مرة أخرى لو هو أصلا كان نجح إنه يبتعد عن السوشيال ميديا وأثارها الجانبية إنه يعود مرة أخرى إلى جدالات وخصومات ومشاكل ومجتمع اللي ممكن يسميه مجتمع مجازا لغاية لما نيجي للنقطة دي مجتمع الاستعراض اللي موجود في السوشيال ميديا فيعود مرة أخرى وينسى هذه المعاني العظيمة التي كانت فيها مضا فأنا أثرت إن الدرس يعني دي نقطة النقطة التانية كنت أصلا بحضر في درس تابعة سلسلة إشكاليات زمان بس خلاص إحنا تركنا إشكاليات وقلنا نحاولها لأمسية التربوية يعني عشان ما نبقاش ونتكلم في المشاكل إشكالية التدين ومعنى فكرة التدين وهل وكنت إنه أتكلم زمان عن موضوع اسم مشكلة التدين الكلامي والإكثار من الكلام دون عمل وحالة الانفصال بين كلام الدين وأعمال الدين وفي أشياء كثيرة في واقعنا الآن للأسف جعلت هذا الأمر يتزايد بصورة واضحة وخصوصا السوشيال ميديا حولت التدين عند معظمنا إلى حالة كلامية أو زي ما قلت حالة استعرضية بعيدا عن الواقع في حياتنا فأنا أقول تجمع كل ده من خلال شرح قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما وديب تنفي لكن قد يحدث على المدى القريب يعني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد لازال هناك أمل لازال هناك فرصة ولما يدخل الإيمان في قلوبكم تمام ثم جاءت الآية التي بعدها حينما نفت عنهم معنى الإيمان الكامل معنى الإيمان المطلق قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولايك هم الصديقون فإحنا خطة الدرس إن شاء الله هنطلق من شرح هذه الآية زي ما بنعمل إن إحنا نتكلم في شيء واقعي بحب إن إحنا نبدأ من آية قرآنية أو حديث نشرح الآية نعود إلى بعض التفسير ثم أتكلم عن مقدمة تيني تساعدنا في أهمية الكلام عن درس اليوم ثم دخول في بعض القضايا وبعض الحلول في النهاية ده الخريطة بتاعت الدرس إن شاء الله تمام كده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويلا نبدأ مع بعض الدرس تعالوا نبدأ للآية الآية في سورة الحجرات سورة الحجرات صورة عظيمة من أواخر ما نزل نزلت عام الوفود مع اقتراب الوفود وانتشار الفتوح وبدأ الدين يصل إلى الأعراب وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه من وراء الحجرات وصورة الحجرات صورة تصلح إن هي تتلى على الوفود يعني الناس التي تأتي لتتعلم ما هو الإسلام وما هو الدين تصلح هذه السورة أن تتلى عليه يعني سورة جاءت بعد الفتح يعني سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم بعدين سورة الفتح بعدين سورة الحجرات فالقتال الذي أدى إلى الفتح تأتي سورة أخلاقية حتى لا يضيع الفتح يعني الجهود التي بذرت للوصول إلى مرحلة الفتح التي وصلنا إليها سورة الفتح تأتي سورة الحجرات بمجموعة أخلاقية مهمة تصلح لأن تبثل عموم الناس القادمين للتعرف على الإسلام فتجد مثلا مقدمة هذه السورة مهم جدا أن تطرح لكل من يريد أن يتعرف ما هو الإسلام أو إنسان مسلم جديد داخل في الإسلام جديد فبأنه أسس له بعض الأسس منها معذرة هل هي حطلعين من رمضان تقريبا ما بدين برد ولا والجو المشكلة أن الجو ما أنتش عارف هو حر ولا برد وما أنتش عارف التوقيت هو صيف ولا شيء ما أنتش عارف الساعة هي 11 ولا 12 يعني مجموعة من اللخبطة نحن نعيشينها فما علش يعني نستحمل بعض فكنت بقول إن إن السورة واحد داخل في الإسلام جديد بتؤسس لأسس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل عدم التسبب في فساد أخلاقي في المجتمع إذ جاءوكم فاسقوا من ربعين فتبينوا كيف نتعامل في المشاكل الأخلاقية في المجتمع سورة فيها تنوع عجيب فيها ذكر طائفة وقوم وشعوب ونساء من نساء يعني ذكر التنوعات كثيرة فصورة محورية وصورة فيها أظن أنا كاللية درس لها درس عن الصورة أكثر من حد كتب في سورة الحجرات لأنها فعلا شيخ فريد الأنصاري على رحمة الله لما أراد أن ينتقي أربع سور تصلح لمقدمة لمجالس القرآن اختار سورة الفاتحة والفرقان وياسين والحجرات فكانت الصورة الرابعة التي رأى أنها من المركزيات التي ينبغي أن يتعلمها المسلم سورة الحجرات المهم فهذه الصورة صورة زي ما قلت حتى لا يضيع الفتح وبتعيد تأسيس مجموعة من الأسس الهم رفضت هذه الصورة أن يطلق على شيء معين أنه هو الإيمان وليس هو حقيقة الإيمان أو ليس هو الإيمان المطلق ليس هو الإيمان الكامل فلما قالت الأعراب وأمنا طبعا في خلاف وأسباب نزول وترجعونها إن شاء الله وأنا هكتفي بكلام شيخ المفسرين الأمام الطبري في هذه الأي خلاص وأشير إلى بعض الخلافات وأقول لكم مصادر ترجعونها إن شاء الله فلما قالت الأعراب وأمنا وده من عجيب مجتمع الصحابة وطريقة القرآن أنه كان لا يسمح باللعب في المصطلحات واللي كان لا يسمح القرآن باللعب في المفاهيم لأن ده نموذج الصحابة والجيل ده أشبه بأنه يصلح نموذج الإجابة بتاعنا بعد كده اللي إحنا نقوم ونقيم أعملنا عليه فكان لا يسمح لهم بمثل هذه الأمور يعني المنافقين لو جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد أنك لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يشهد أنهم لكاذبون فما كانش في لعب يعني لدرجة أن المنافقين كانوا يحضر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم أنت مدخين لحظة تتصال الأرض بالسماء كانت لحظة عجيبة يعني فمجرد قول لم يمر قالت الأعراب آمنا هنا تحول الدين إلى كلام وده عشان كده كنت عايزة أسمي الدرس إشكالية التدين الكلامي أن يتحول الدين إلى مجرد كلام وهتكلم الوقت عن أثر السوشيال ميديا لكن خلينا نشرح الآية الأول من كلام الإمام الطبري فإمام الطبري بيقول فيه أسباب نزولة أنه فيه كلام كتير في الآية وللأس في الآية الآية ذكرت مصطلح الإسلام ومصطلح الإيمان وفرقت بينهما كأن بينهما فارقة وده مسألة فيها خلاف يعني عند بعض الطواقف مفهوم الإيمان وتعريف الإيمان وأصلا من القضايا اللي الدرسي بيتكلم فيها تحذير عوامل الناس من الخوض الكلامي أصلا فلذلك دايما وده نموذج عامل نعمله الوقت لما تقابل مثل هذه الأمور أن ترد هذا إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف ذلك أنا بيعجبني مثلا رسالة اسمها الإيمان عند السلف وأنه يجي الوقت لكن الخلاصة أقصد الإنسان طالما في بداية طلبه العلم لا ينشغل بهذه الأمور لا يقتحم يكتفي بما أرد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خير الناس بعد الأنبياء الصحابة والتابعين رضوان الله عليه يكتفي بما أرد عنهم ويسلم له فنيجي مثلا كلام الإيمان الطابري وبينقل عن السلف يعني إيه معنى الآية فإيمان بيقول في أقوال واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء قولوا أسلمنا ولا تقولوا أمنا فإيمان الطابري يقول في خلاف وبدأ بأول قوله هو الذي رجحه قال إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ركز معاه لأن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم ولم يصدقوا قولهم بفعلهم كلام الإسلام أسلمنا هو مش كذاب خد بالك وده أصلا أيضا من اختيارات شيخ الإسلام في هذه الآية وفي غيرها إن في آيات بيحملها بعض المفسرين على المنافقين أنهم قالوا ذلك كذبا شيخ الإسلام كثير من بعض الآيات يقول هي لم تأتي في المنافقين الذين يضمرون الكفر ويتكلمون بالإسلام لا هي في ضعاف الإيمان في ناس لديهم تعبيرها أولو وارجع أولو بقى لديهم مطلق الإيمان لكن لم يحصلوا الإيمان المطلق يعني لديهم بدايات الإيمان لكن لم يرتقوا في الإيمان فهم ليسوا كفارا وليسوا منافقين هم من ضعاف الإيمان قد يكون في بعض الآيات اللي ذكرها شيخ الإسلام في القرآن يكونوا من أهل الكبائر يكونوا من أهل المعاصي يكونوا من أهل ضعاف الإيمان يكونوا من أهل الإيمان فتأتي المحن والابتلاءات إما أن ترقيهم أو إما أن تنزل بهم نسأل الله السلام والعافية ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب أي بالابتلاءات والمحن أظن القتاء ده قال بالهجرة والجهاد فمثل هذه الآية وده مفاد اختيار المام الطبري شيخ المفسرين عليه رحمة الله أنها لم تنزل في منافقين يعني ما كانوش لما قالوا أسلمنا ركزوا لما قالوا أسلمنا لم يكونوا يضمرون الكفر لا هو لم يرتقي بعد في الإيمان الحقيقي هو آمن الجو دخل مع الناس يعني في الأول كان خايف وبعد كده دخل زي الناس اللي دخلت في الإيمان لحظة فتح مكة الطلقاء لكن لم يعاين حقائق الإيمان بعد لم يلامس الإيمان قلبه بعد تمام طيب نقرأ كلام الإمام الطبري قال لأن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم ولم يصدقوا قولهم بفعلهم فقيل لهم قولوا أسلمنا لأن الإسلام قول والإيمان هذا النص كلام الطبري قول وعمل الإيمان إيه؟ قول وعمل بعيدا عن كلام المتأخرين الإيمان قول وعمل ونقال عن الزهري قال الإيمان العمل ثم قال الإمام الإمام الطبري قال بعد شرح الآيات بعد ما قال وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن الزهري بيرجح كلام الإمام الزهري وهو أن الله تقدم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقرارا منهم بالقول ويقر بالقول ولم يحقيقوا قولهم بعملهم إلى أن قال معنى قول الله سبحانه وتعالى ويرد احفظوها احفظوا الجملة دي قال الإمام الطبري ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قال ولما يدخل العلم بشرائع الإيمان وحقائق معانيه في قلوبكم حقائق معاني هذا الدين لم ترامس القلب بعد هو عارف مجموعات يعني أشياء معلومات عن الدين بعض الأمور تعلمها عن الدين بعض الأشياء بعض الشعائر يقوموا بها لكن حقائق الإيمان لم تلامس القلب بعد لم يقتحم العقبة لم يبذل لم يضحي سأتكلم عن بعض معاني الدين إن شاء الله إثناء الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرني ويسددني ثم أكل الله سبحانه وتعالى أيها طب ما هي الأمثلة لهؤلاء المؤمنين الذين لمست حقائق الإيمان قلوبهم إيه الأمثلة قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون أي ده هنا بالإيمان المطلق الكامل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا نفي الريبة والشك عن هذا الإيمان أصبح الإيمان في حالة يقينية لذلك أصبح موقنا بهذا الدين زي ما كان بيرد عن كثير من السلف مثل الإيمان مالك وغيره يأتي أحد يريد أن يجادله في الدين يقول له أنا على يقين من أمري روح يجادل أي حادتين شوف واحد عايز يلعب بالدين شاكي في الدين روح يجادل أما أنا فأنا على يقين من أمري لا حاجة لي بهذا فقال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم هذا الإيمان أورث تضحية وبذلا ركزوا معايا هنا حقائق الإيمان بتظهر حقائق الإيمان الإيمان الحقيقي يثمر أعمالا كيف للمحب ألا يضحي من أجل حبيبي أنت بالطلب والمستحيل المؤمن الحقيقي الذي آمن بالله والذين آمنوا أشد حب لله المؤمن يبذل ويضحي فيقول الله سبحانه وتعالى ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هؤلاء الذين يقولون أمن حقا أما من الإيمان لديه كلمات ومنشورات بيكتبها وإعجابات وليكات وتغريدات فقط هو لم يلامس حقائق الإيمان هو لم يعاين ويعايش حقائق الإيمان وبتيجي مواسم الطاع فرصة لهذا الأمر طيب يبقى إذن الدين مليء بالمعاني العظيمة ما هو حظنا من هذه المعاني يعني حظنا من المعاني اللي في القرآن وفي السنة وكلام السلف هل حظنا من هذه الأمور أننا ننقلها على السوشيال ميديا الكلام أننا نديكوا درس وانت تسمعوا خلاص يعنينا نتكلم وانت تسمعوا وخلص الموضوع هو ده الدين يعني أصبح تديننا عبارة عن كلام نتكلم به وأنا أقوله في درس وفلان ينشره على السوشيال ميديا وفقط ونضع نقطة وينتهي الأمر أم هذا يتحول إلى حقائق ومكابدة وإخبات وطول إنابة ومعاملة في واحد لما تقوله كلمني عن الدين هو عايش الدين هو ضحى وبذل وتعلم وعلم ودعى واستجيب له ومر بأزمات وكاد اليأس أن يفتك بقلبه ثم قام يدعو الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له فتعلم عن الله بصورة علمية وعملية هو يحدثك لما مؤمن الفرعون يقول يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع هو يتكلم عن معاني يعيشها لا عن كلام تعلمه فقط هو يتكلم أنه يرى الدنيا حقيقة متاع لكن للأسف حينما أقول لكم يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأنا أبكي على كل شيء من الدنيا فات مني هو مجرد كلام هي مجرد شعارات حينما يتحول معاني الإيمان إلى حقائق أنت عاينتها وعايشتها وبذلت من أجلها الإيمان تدريجي الإيمان تراكمي يعني هذا الرجل الذي مر على قرياة وهي يخاوية على رشيا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها أماته الله مئة عام مئة عام ليقوم ويقول أعلم أن الله على كل شيء قدير في قراءة إعلم أن الله على كل شيء قدير ليعلم أن الله على كل شيء قدير أماته الله مئة عام واعلم أن الله عزيز حكيم الآلة بعدها لكي يصل إلى مرحلة سيدنا أبراهيم كان لازم يتعب يجيب طير ويأطحها ويوزحها ماذا فعلت لتحصل هذا اليقين هذه المعاني لتصبح مختلطة بلحمك ودمك ملامسة لقلبك ليست على لسانك فقط ده طريق ابتلاءات بتمر بيها ومعاني ومجهدة ومكابدة وقيام يضيع منك وتقوم تقضيه ونوافل تحاول تحصلها واليوم يضيق عليك وتروح عليك نومة وتيجي الدنيا تحاول تخطفك فتجاهد نفسك وفي نفس الوقت محتاج تأكل من عمل يدك وخايف من شهوتك فتروح تتزوج من حلال فتحصل مشاكل حياة بيعيشها الإنسان وتعمل لتأكل من حلال فيحصل لك مشاكل دنيوية فتعمل للدين فتبتلى هكذا الدين أعمال حفظ على صلة الفجر فتضيع منه فيحاول ينزل تاني يوم وتالت يوم ويضبط المنبه ويحاول يعلم الناس القرآن ويتعلم ويسافر ليتعلم ويجلس ويقططع من وقته ويسهر الدين مش منشور كتبه الدين في حياته أعمال لسنوات بيرتقي دايما في قاعدة اللي بيتعب عشان حاجة ما بيضحيش بيها فاللي بيتعب عشان الدين ما بيضحيش بيه بسهولة لكن للدين عنده مجرد كلام عنده أول مفترق طرق بيضحي بالدين فأين حقائق الإيمان في حياتنا تمام رجعوا بقى تفسير الآية فيني هنا يعني دايما شيخ السلامة تيمية وابن القيم دخلوا في مسألة إن في ناس غيرت معنى الإيمان ورفضت إن الإيمان يكونوا علاقة بالأعمال وردوا عليهم ودي مش مسألتنا فذلك نكتفي بما أرد عن السلف للنقطة الثانية درسي كنت إلى بما نحن كن فكرة الدرس أصلا التدين الكلامي أو يعني الانفصال من العلم والعمل هو أصلا سؤال دايما كنت بسأله وده كان مفروض يبقى بصراحة درس الواحدة أو سلسلة لكن خلينا أخذ منه جزء يعني دايما لما بععد مع أي مجموعة شباب أو حتى قبل ما بدي درس بحاول أسمع من الناس أسألهم سؤالين ما هو أو ما هي تصوراتك عن التدين ومن أين جئت به يعني إحنا حابين نعمل استديان ونفسي إن شاء الله ممكن نحاول نعمله حتى على قناة تليجرام إيه هي تصوراتك عن التدين يعني إيه شخص متدين يعني لما نحب نقول على شخص إنه إنسان متدين كيف نصف إنسان أنه متدين ثم ما هي يعني المصادر التي أتيت به يعني على أي أساس كم أنا كنت بسمع إجابات متنوعة جميلة عجيبة يعني إجابات فيها نوع من أطياف متنوعة ولسيما لما الناس كانت بتصدق في الكريم يعني واحد إجابته إنه هو شاف أهله كده في واحد المسجد اللي جنبه هو فهم إنه معنا تدين في واحد فهم من السوشيال ميديا من خمسة بيتابعهم تصوراته عن التدين يعني إزاي تكون إنسان متدين واحد يقول لك أنا مثلا لو حفظت على أورادي واحد يقول لك لو أكلت من حلال واحد يقول لو أخلاقي كويسة كل ده ضمن التدين فعلا يبقى إحنا خلصنا شرح الآية الوقت أنا قلت هتكلم عن حكتين وبعد المقدمتين يعني مش بمقدمتين بمعنى إن ده قبل الدرس ده صلب الدرس اللي نحن بقلنا الوقت يعادين مستسعى ولا المقصد المقدمة الأولى عشان نطلع منها بنتيجة يعني مقدمتين نطلع منها بنتيجة فلما مليجي من أين ما هي تصوراتنا عن التدين ومن أين أتينا بها بنفاجأ إن جزء كبير من تصوراتنا عن التدين الآن هي مأخوذة من السوشيال ميديا وإن الإنسان دي المقدمة الأولى وإن الإنسان بطبيعته أظن الصوت واضح إن شاء الله بيسير مع المجموع يعني بدون ما يفكر هو دخل مجتمع اسمه السوشيال ميديا على الفيسبوك على تويتر بقى له مجتمع من الأصدقاء وناس بيحبهم بيتابعهم بيفاجأ وده كان زمان بيحصل على مستوى المسجد الصغير لجنب البيت أو مجموعة بيلتحق بيها وإن كان بيفاجأ إن المجموعة دي أو الناس اللي بتابعهم أو السوشيال ميديا بتعيش قضايا معينة وبتضخم قضايا معينة وبتعيش معارك معينة فبيندمج معهم دون أن يسأل إيه مرتبط وأولويات هذا في الشريعة هو لم يمر على على مثلا زي ما بيقول بتعبير كده إيه على الشريعة بالعرض كده وده قيمة إن الناس يطلع عليها القرآن كاملا في رمضان إذلك شيخ السامي بيتامية بيقول إن من حكم صلاة الترويح يسمع المسلمون كلام الله عارف لما أنت يطلع عليك القرآن كاملا في الترويح في رمضان أنت بتسمع البقرة والعمران والنساء والمائدة بتسمع مجموعة من الصور المدنية متنوعة الأحكام التشريعية بعدين تسمع الأنعام والأعراف وترجع تسمع صور في القتال والجهاز زي الأنفال والتوبة بعدين ترجع تسمع شوط طويل من المكي ألف لامراء يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر وشوط طويل أيضا من مكي مستمر أنت قاعد بتمر على القرآن بالعرض كذلك لما بتدرس الشريعة وتمر على كتاب فقه وكتاب حديث أنت هنا مش مضخم شيء معين مش بمجرد ما دخلت التدين بيضخم لك قضية وتعيش معركة عشانها وتنسى بقية الدين لا تعرف عنه شيئا ولا تمارس منه في واقعك شيئا كان فيه كلمة شيء تبحث عليك كنت ملقيم أظن في مدارج السلكين بيحكي أنواع الناس بيقول أن فيه مجموعة قبل ما تعلم السلك إلى الله والمريد أو الطالب في الطريق إلى الله يعني قبل ما يعلموا العلم بيذهبون به الأهل التصوف والعبادات أظن كان لوتا عبيب يقول إيه يدقونه بالعبادة دق بيهرسوا عبادة أظن هذا المصطلح يعني أنا أحاول أبحث عنه وأنا معكم بيقول يدقونه بالعبادة دق اللي هو قبل ما يديروا علم والعلم ده يتحول الإسلاح ينتفخ به على الناس ويهدم هذا ويطعن في هذا ويتصور أنه هو أبو شبر ده في العلم أنه هو استطاع أنه هو يرد ويعمل ويعمل حفلة ويتحول الدين حتى الكلام في ذات الله في صفات الله أصبح في كوميكس وأصبح في سخرية وأصبح في انتصارات ومعارك كلام في الله سبحانه وتعالى ودي مأساة يعني الكلام عن الله بدل ما يكون في حالة من الوجل والخشي أن الإنسان يتقول على الله ويتكلم فيه أصبح خوض وتعالوا في خوض في معركة في حفلة ده رد مش عارف إيه شيء عجيب يعني فالمهم يعني كان اللي بقول من أين قتينا بفهمنا عن التدين طبعا الدرس أو سلسلة عايزة دي هتبقى طويلة أنه فيه ناس جابت تدينها من شيخ بتعظمه أو من جماعة تمتليها أو من دين مؤسسي يعني اللي تولد في مصر مثلا غير اللي تولد في المغرب غير اللي تولد في الشام غير في السعودية غير في الإمارات بتجد إن فيه دي مؤسسي داي المؤسسي ناس بتعظم أشياء بتحب أشياء بتقدس أشياء خلاص بيحصل نوع من الإيه إنه سايب نفسه مع المجموع وده زي ما قلت هن شاء الله أجيله للحديث سأنا بشرح الفكرة إن الناس بتجيب تصورات عن التدين منين فيه جزء كبير من هذه الأجيال لم يتعلم الدين في المجتمع في المدارس فيه قلة من الأباء والأمهات هي اللي بتهتم بتعليم الدين لأولادها فغالب الناس لم يتلقوا التعليم التدين لا من المساجد لأن ما كانش فيه دروس في المساجد ولا من الأسرة فيش اهتمام من الأسرة ولا في المدارس وكلنا عافين وقع المدارس فبيجيب التدين منين فبيجيب التدين أنا بتكلم عن ناس كويسة كمان اللي عايزة تعرف تدين أو بتحب الدين فبيتجيب معلومات عن التدين من السوشيال ميديو فممكن يقابل داعية مثلا يعني أنا كنت يعني في أول رمضان الحمد لله كنت تعبان شوية فاستغلت فرصة أن أنا أعيد في الفراش يعني أنا أسمع ماذا يقول الدعاء يعني كنت بادخل اليوتيوب وأقلب سرعة شوية أيا كان انتماء وأيا كان الشكل والطائفة كنت بأسمع عن الناس كنت عايزة أعرف ماذا يسمع الناس عن الدين في تنوع يعني تلاقي واحد ممكن يصور لك إن الدين هو عبارة عن تمتمة بأذكار معاناة هتحل لك كل مشاكل حياتك واحد ثاني يصور لك إن الدين وكأن ملخص يعني وكأن الدين وربنا في خدمتك يعني شوف أنت محتاج إيه يعني أنت الدين ده عشان يحللك مشاكل حياتك لو عندك أزمة لو عندك اكتئاب لو عندك مشكلة في الدنيا الدين ده يحللك كل مشاكل حياتك طب أنت عليك يعني الواجبات اللي عليك لا يتكلم فيه وتجد حد تاني بيركز على قضية معينة فقط ويعيشك صراع معين فقط طب وبقية الدين للك مهم لسان يوسع مداركو شوية يعني يوسع مداركو في السماع شوية فدي المقدمة الأول ايه التصوراتنا عن التدين جبناها منين ما هي التصورات ومن اين قتينا بها المشكلة التانية وهي ان مجتمع السوشيال ميديا اللي هو جزء كبير من اللي بيقدم تصوراتنا عن التدين وبيخلينا نعيش معارك ليست هي المعارك الحقيقية في حياتنا فيه وده انا تجربة عملتها كتير اقول للشباب اللي عايش معارك وقضايا على السوشيال ميديا بقول له ايه رأيك ايه في السوشيال ميديا اسبوع اسبوع بس سبحان الله قابلني دراسة كده معنا لا يحبش جون في دراسة علمية بس قابلني دراسة بالصدفة كده ان غلق السوشيال ميديا المدد اسبوع بيحسن في المستوى النفسي وبالعلاج الناس اللي عندهم مشاكل نفسي اسبوع واحد بيفرق معهم لو عايشان حتى الدراسة بحطها لكم على التليجرام فالمهم بقول له في السوشيال ميديا اسبوع هتفاجأ ان كثير من المعارك اللي انت عايش اختفت في واقعك مفيش لا في بيتك ولا في نفسيتك ولا في قلبك ولا في مسجدك ولا في المجتمع اللي انت عايش ولا في دعوتك مش موجودة هي دي معارك على السوشيال ميديا التضخم جاي ان انت تركت نفسك تعيشها انت تتغير وانت لا تشعر على السوشيال ميديا عجبني قرأت منصورة هحلكوا على بعض الحاجات كده وبرضو عايز اقول قعدة يعني انا هستدل ببعض ان شاء الله الكتب بالوقتي او بعض المحاضرات قعدة قلتها كتير يعني ليست كل نقل من كتاب يعني انا هجيب كتاب بالوقتي اسمه الاستعراض ليست كل نقل من الكتاب او المحاضر يعني انا ازكي كاتب الكتاب ولا ان تقرأ الكتاب ولا عشان بيحصل ايه انت قلت بش عارف مين المهم يعني عجبني منشور قراته الاخ بنابارك فيه محمود سامح كان بيتكلم عن اثر السوشيال ميديا وان ازاي انه هو لما قاب عنها فترة فرقت معاه حقيقة الكلام عجبني يعني مسألة ان انت ازاي مجرد غيابك فترة عن السوشيال ميديا فرق معاه وازاي انه اكتشف اللي عجبني وده كتير كان اللي وهيبي له اظن درس كبير في ده وقطعه مقاطع حلوة يعني اثر السوشيال ميديا على العقل وازاي انه هي بتحولك بتغيرك بتبقى عارف انت مش انت وانت على السوشيال ميديا هو كان زمان بيقولك انت مش انت وانت جعان اهو انت مش انت وانت على السوشيال ميديا لما بتنخرط بتعيش معارك وتعيش محارب عارف انت زي اللي بتوع اللي هي اصبحت وده واقع ودا واقع عن اسمعته من كتير من الشباب ولا سيما الأجيال الصغيرة خصوصا ممكن يعني لوحد بيقابل شباب كتير في الجامعة في بيسمع منهم تاني السوشيل ميديا اللي أصبحت من أهم روافد بناء معنى التدين عند الناس السوشيل ميديا من أهم روافد بناء التدين عند الناس السوشيل ميديا دي نفسها دي فكرة المقدمة المقدمة التانية أن الإنسان و mitochondria وإنسان بطبيعته كائن يحب أن يشاهد يعني مشغول بمن يشاهده خلاص المعنى دي عجبني قوي صغو صغوة جميلة قوي كان دكتور سليمان الناصر في لقاء على بودكاست خطوة مع ياسر الحزيمي ياسر الحزيمي هو اللي مستضيف سليمان الناصر بعنوان أظن الإنسان المعاصر أحطلك الحاجات دي على التليجرام يعني إن شاء الله فأتكلم عن فكرة احتياج الإنسان لمن يشاهده وتكرار لفظ الشهادة في القرآن وأن أصبح الإنسان الآن بيغطي الاحتياج المشاهدة دي بدل مكان المؤمن يكتفي يكتفي بنظر الله إليه المؤمن الإنسان الأول طبيعي أي إنسان لأنه هو إنسان بيأنس من طبيعة الإنسان أن يحتاج إلى من ينظر إليه إلى من يشاهده خلاص؟ المؤمن يكتفي في أوقات كثيرة بنظر الله له لذلك قيام الليل متعة قيام الليل أن تكتفي بنظر الله وحده لك عبادة السر الصدقة الخفية أنت راضي لذلك من الصور اللي فيها قتل لكل المؤمنين تكرر فيها لفظ الشهادة كثيرة في صورة البروج من أكثر الصور اللي تكرر فيها لفظ الشهادة شاهدين ومشهود والله كل شيء شهيد تكرر في صورة البروج أحياناً بتحدث ابتلاقات وناس تموت لا يعلم عنها إلا الله الواقع الوقتي الفيديو بيقطع الصوت بيقطع في ناس بتكتب الفيديو بيقطع هل دول من الأعداء ولا كويس لا ده حلو ولا وحش المهم يعني نحن كامسوت واضح طيب فكنت بقول أن بتحدث أحياناً ابتلاقات تدمر حياة إنسان ولا يشعر به أحد لو الإنسان في هذه اللحظة لا يستحضر ويستشعر نظر الله إليه ممكن يتدمر نفسياً ممكن يعرف نفسه حاجة واضح؟ فبطبي لذلك كنت بقرأ كتاب اسمه الاستعراض شفاك النص اسمه بالضبط الاستعراض الحسن والقبيح في الحوار الأخلاقي ماشي؟ فالكتاب كان بيتكلم عن نحن عايشين في مجتمع الاستعراض إحساس الإنسان إنه دايماً عايز حد يديه إعجاب حد يعلق عليه يكون محط الاهتمام وده أمر خلاص احنا قلنا فطري موجود في الإنسان لكن كيف يوجه فبيتكلم الكتاب إن حتى الأخلاق بتتغير بسبب هذه القضية وإن الإنسان بيقعد يركزه معايا بيغير من طريقة كلامه ويغير من اختياراته الكتابية على السوشيال ميديا لأنه الكتاب يركز أصلاً على الوسائل التواصل يعني لأجل إن الناس تحبه والناس تختاره والناس تتابعه ويظل يحفظ على هؤلاء الأتباع يحفظ على الصورة يعني بيرسم لنفسه صورة ويعبدها بقى بسأل الله سلامه ونعرفه عرفت عيسى عبده الصورة يعني صنع لنفسه صورة على السوشيال ميديا وقاعد يرممها يحفظ عليها إن صورته شيخ مثلا إن صورته بيتكلم مفكر صورته مثقف وقاعد يحفظ على الصورة دي الصورة دي ملاحش أي واقع للأسف أحيانا عارفين كلمة سبعتها الزمان الجميلة أوي قبل ما قالوا واحد الحمد لله ربنا يموننا عليه ويسيب الفيسبوك يعني لبشمانس معتز عبد الرحمن كان خناقات كتير حصلة أيامية وخلافات ونقشات وكان الغريب أوي إن ممن يقتحم مثل هذه الخلافات فأي خناقات لايه موجود بيشتم دول وبيشتم دول بتعرفشه مع مين بتحسينه مع نفسه بس بيشتم كل الناس وفعلا تحس إن في حالة من الاستعراض الثقافي أو الفكري فكان لما يحصل أزمة بقى يعني قضية عايزين حد يشتبك معها مشاكل الواقع عايزين بقى يوظف الطاقة الفكرية والثقافيات يشتبكوا الواقع تجدوا لا يفعل شيئا مختفي فعجبني شابه قال ومثله هؤلاء زي بتوع لعبة كمال الأجسام الوضوط كمال الأجسام اللي هو واحد كل هدفه في الحياة إنه يطلع يتصور بالعضلات بتاعته يعني العضلات دي ممنوع إنه هو يستعملها أو يتخانئ بيها لأنها تفقد لازم لقى نمط أكل معين وجذاء معين ونوم معين حتى أنا قابلة حتى عادت أقرأ شوي عن الرياضة دي وقصتها ونشأتها حتى لو الكبد هيتدمر لو نفسيته هتدمر لو المهم هو كل هدفه العضلات دي تبقى بالشكل ده والعضلات دي تبقى بالشكل ده وفقط عشان يطلع يتصور يأخذ الجايزة في ناس حياتها متدمرة حياتها الوقعية متدمرة حياتها الدينية مفيش حياتها الدنيوية بتسقط بتنهار لكنهم لا يزال يحافظ على الصورة اللي بتوصل لناسهم حال من الاستعراض أي تدريبين هذا مصيبة مصيبة إنه فيه معاني الإيمان لم تلامس القلب إنت ليه مشغول بقالة الأعراب ليه عايز تقوله خلاص ليه هدفنا إنه إحنا نقول كلنا لازم نقول وده يقول وأنا أتكلم وأنا أقول درسي وده يعمل منشوط أين مين الله هيطبق طيب يعني عارف يعني كان زمان أحد المشيخ بيقول لي عارف أنتو بينتقد يعني أنه مفيش تطبيق للكلام فبقول لي أنتو عاملين زي مجموعة من الأئمة ومستنين حد يأزن فمفيش حد يصلي كله أنا أمام معنا مش هأزن طب ما لازم حد فيه صغور لازم حد يقوم بها مش لازم كلنا نبقى يعني مش لازم الناس كلها تكون بتأصل وبترد مش لازم والله مش لازم فعلا والله العظيم كمان مش لازم ف المسألة إن مع تصوراتنا أنا تدين من جبع من السوشيال ميديا وإن أصلا السوشيال ميديا بتصلع قضية الاستعراض والكثرة الكلام من المقدمتين دول مع شرح الآية طيب فين واقع تدين في حالة فكانت بتيجي موسم زي موسم رمضان بيبقى صدمة خصوصا لو إنسان قرر ليه في السوشيال ميديا أنت الآن في مواجهة نفسك أنت بتواجه نفسك أخبار عبادتك إيه؟ معانيك الإيمانية؟ شغلك على الأرض فين؟ فين دعوتك للناس؟ فين دعوتك لأهلك؟ فين حقيقتك بتظهر؟ يعني لما تيجي تختلط بقى أنت بواقعك وتبعد عن مجتمع الاستعراض ده وتنزل على الأرض حقيقتك بتظهر؟ فين؟ القرآن اللي بيطلى ده اللي يدك الجبال اللي تولي عليك في رمضان عمل فيك إيه؟ جماعة معاني يعني معانيش دي طلعة كده نحن كنت بحدث درسة تاني جلسة ممكن مع الشباب بسمها لأتونة بمثلي القرآن ده عجيب من أدل الأمور على الله كلام الله سبحانه وتعالى بل ليس هناك أدلة على الله من كلامه ومن خلقه سبحانه وتعالى يعني الله تعرف إلى الناس بخلقه تجلي الإله بالخلق وبالكلام لأن كلام صرفه من صفاته سبحانه وتعالى إنت تسمع الكلام ترى في هذا الكلام عز الربوبية سيكنزل إلى زنب يروى بيت العزة هذا الكلام لا يطيقه صدر مخلوق يعرفش يعني قصدي مش لا يطيقه صدر مخلوق أنه يحتويه صدر أنه يتكلم بيه أنه ينشئه وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله مستحيل بشر يستطيع أن يفتري هذا الوعي ما فيش حد يعرف يتكلم بهذه العزة أصلا ما فيش بشر والعقلية والنفسية تستوعد أن تتكلم بهذه الطريقة إذن لك أنا ضد فكرة أن القرآن بيحتاج مقدمات قبلها لا لا هو القرآن اللي اتنين تحتاج أحيانا مع بعض الناس لبعض المقدمات والقرآن بنفسه حجة وآية يعني دي قصة باته مش عايزة يخلش فيها القرآن كان بيطلع على المشركين يقولوا ده كلام ربنا إذا كان يا جماعة شكل النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه عبد الله بن سلام قال ما هذا بيوجه كذاب صلى الله عليه وسلم فكلام ربنا ما بيدولش يعني الآيات الثقيلة دي إننا سنلقي عليك قولا ثقية المعاني الثقيلة دي أصلا يعني دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن قلبه تحمل تلقي هذه الآيات قرآن ثقيل معاني ثقيلة جدا معاني يغرق حتك أين حظنا من هذه الآيات جماعة الواحد لما بيقعد يفكر تسمع الآيات والمعاني والفروض والحاجات اللي تند منك تعملها كمسلم وترتقف مدارج الإيمان ومعارج الإيمان والنوافل والعلم والعمل والدعوة وعيز تأكل من عمل يدك وابتلاءات وفتن هو ما فيش وقت تضييق الأوقات على مثل هذه الأمور وكذلك قال من قبلنا كثيرا هذا الأمر يعني من قبلنا يعني سطروا هذا المعنى إن الأوقات بتضييق عن الأمور المطلوبة من الإنسان تجد بقى إنسان سايب كل ده وقعد بيتخارق على السوشيال ميليون تعمل إيه بتعمل إيه يعني مضيع عمرك أين أنت من هذه الحقائق ومن هذه المعاني كلمة الإيمان الطبري حقائق ومعاني الإيمان لم تدخل القلب أنت بتعمل إيه بضيع عمرك في إيه فحاول تغير حاتك بعد موسم الطاعة ده استغل ده وخذ القرارات إن ما ضعش حاتك يعني في حالة من الكلام هتفاجأ يوم القيامة إن صحيفة كلام ليس هناك واقع لهذا التدين لهذا الدين فين هو لذلك كتير من أهل العلم الإمام الشاطيبي وشخة الإسلام التامية وغيرهم متكلموا عن خطورة انفصال العلم عن العمل بل أصلا مفهوم العلم الحقيقي هو اللي بيث عن العمل والجهل على حقيقته هو العمل الضال ما قاله واستدلال ده بقيت من القرآن أما تيجي تقرأ مثلا كتيب ودايما بنصح به الشباب اقتضاء العلم العمل فين ده فين الناس والخناءات والاستعراضات والأقوال ويدخل الوقت يجيب القول بسهولة احنا في زمن فتح فيه العلم فالوصول المعلومة سهل فقد ده ممكن تتابع واحد يعني ممكن تتابعني مثلا تظن إنه هو شيخ تتصور من كترة بيقول فلان وفلان وبيجيب وبينقل وبيحط انت ممكن تظن إنه هو شيخ تراه منتبرا وليس فيه شيء للأسف نساء الله السلام على فيه فهذه المعاني ما هو حظك منها ما هي الثوابت يعني لو حابنا نرجع لقضية مفهوم التديم ما هي الثوابت التي في حياتك يعني انت عندك أوراد معاني بتغذيها صحبة عمل تحفظ عليه يعني ايه يعني الثوابت اللي في حياتك كمتدين حسن لقدر الله ما بتيجي الأزمة ويجي البلاء بتظهر هذه الأمور وزي ما قلتلكم قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليظر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب وهذا التمييز يكون بالابتلاءات ماذا صنع القرآن فينا أين هذه المعاني وواقع المعاني في حياتنا والله يا نصيحة محب يعني كفوا عن الانشغال بالمشاكل والخصومات والنقاشات هذه بتضيع الأعمار وتنسف معاني الإيمان في قلوبكم طب ما تنشغل بالعلم العلم صعب العلم طويل العلم شاق طب ما عنديش مشكلة وناقش وألف يعني أنت بقيت طالب علمه مكتهد وأتقنت مسألة وبتقتحم دقائق الباب ده وبتألف ما تألف فيه مش لازم تروح تتخانع على سوش وألف ورد يا سيدي على الطائفة الفرانية وفرع من الفروع الفقهية أو مسألة دقيقة من دقائق النحو ده بالعكس هكذا بيوبنا العلم أصلا يعني وانخرط في التفاصيل لكن انشغل بما ينفحك قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفحك لكن يا سيدي عليك بكلام الأوائل عما تيجي تقرأ مثلا يعني لسه كان واحد بعيدتلي بيقول لي أنت بتتكلم عن العلم طب أنا عايز حاجة تتكلمني عن العلم وأهميته قلت له يقرأ جامع بيان العلم صعب شوي يقرأ جامع بيان العلم اللي من عبدالله مختصر أظن أنا قابلني مختصر جيد له على النت مختصر جامع بيان العلم اللي من عبدالله اقرأ شوف السلف قاله إيه اقرأ رسالة ابن رجب فضل علم السلف على الخلف اقرأ تحفة العراقية مثلا أو يسمع لها شرح البتانية أو يقرأ ويركز في هذه الأبواب ويهتم بإيمانه وقلبه وبنجاته وبعباداته ويرتقي في مدرج العلم ويدرس بالعلوم ويتجه مثلا في اللغة ويمر بيدرس الأجرمية مثلا القطر الندى والألفية هو ده واحد عايز يتعلم ويروح مثلا يتعلم في الفقه سواء يدرس مذهب ويرتقي فيه ويروح وينخرط في العلوم ويعلم الناس ويأمر المعروفة ويعلم الناس في مسجد اللي جنب بيته ويعرفوش يقرأوا قرآن يعلمهم قراءة القرآن ويقرأ عليهم الحديث الترغيب والترهيب أو رياض الصالحين يحلم الناس هو منخرط الآن في الدين ويبتعد عن الحرام ويخشى الله سبحانه وتعالى ويعامل الله سبحانه وتعالى في الخلوة وعنده حرص على الناس طب ما تعمل ده ويحفظ على قيم الليل ويحفظ على الأذكار ويجاهد نفسه وزي ما قلت يأكله من عمل يدي هي منظومة ده صعب في الزام اللي احنا فيه جاهد نفسك على ده مش لازم الواحد يبقى صفحة وكل حاجة يصورها ويعرضها وانا الوقت بقرأ على الناس كتاب مش لازم والله يفتح لأناس نعم يفتح لهم وبنا يفتح للجميع بكرمه وفضله وجودي ورحمته سبحانه وتعالى لكن التصورات العجيبة التي تصل لنا عن التدينة وبتصنعها السوشيال ميديا ويصبح التدين هو مقطع لداعية لازم لازم يشترط اللي هيشاهد يعني المقطع يشترط ان الدعاية ده يكون روش ودمه خفيف ويكون عامل ضايت مش عارف ليه موضوع ضايت ده بقى أساسي لازم يكون بيخس ماينفعش ماينفعش ويكون مقطع صغير وفي الآخر هيديني ذكرى أو حاجة تحللي كل مشاكل حياتي أو دعاية يستجاب وده التدين ومايغير ليش نمط حياتي ومايقول ليش ما تتفرجش على كذا وما تعملش كذا ده أصبح التدين وبعد كده يبدخل الإنسان دوت ويسمع أسماء كتب ويسمع أسماء مناهج ويلتحك ب3-4 معاهد على النت في خط خلفية من ده ما تكملش ولا حاجة أصلا يعني المعاهد دي المفروض يعني الخطوة الأولى يعني مش حتى الشبر الأول دي مقدمة الشبر يعني عشان تفهم الدنيا بطول إيه فدخل المعاهد ده ما كملوش ومنهج ده ما كملوش فبقى خبير معاهد ومناهج يعني الكتر ما فشل في كل ده هو تخصص قرر يتخصص بعد ما فشل في كل هذه الأمور إنه هو بيحط بقى مناهج وبيقيم لأنه عنده خبرة حقيقية عارف يقولك أنا معيد في الكلية اللي وسائد كذا سنة يعني فهو خلاص جرب كل ده فأصبح خبير يقولك ده ما تسمعوش ده المنهج ده أنا مش هينفعك امشي في السكة دي أفضل لا لا الفقه بالطريقة دي يعني طريقة السلفاء المعاصر لا امشي بالطريقة دي هو لمشي للمعاصرة ولا عديمة هو ممشيش حاجة خلاص فهو يعني أصبح منظر شغل أنا بتجيب عيش زي بتوع قبل كده مش عارف ومش عايزة غلط فعان وبتجيب لايكات يعني على العجيبة الناس بتمشي يا جماعة بنضيع أعمارنا امشي تشوف أرقام الناس بتسمع حاجات غريبة وانخناءات وانقاشات وممكن ده يحدث في رمضان يعني ما لازي يحدث يعني ما لازي يحدث يعني للدرجات دي حصل اختزال لمفاهيم التدين عندنا وانتقاء ليها في حين الدين فيه ثقل الدين متين ويحتاج إغال فيه برفق انتغل فيه برفق فالمعنى اللي عايزة أقوله ان الدين ثقيل أين هذا القول الثقيل في حياتنا فين فين معيشتك يا سيدي مع قصص الصحابة وكلام السلف فين انك انت وانك انت كنت دي فيها صعوبة يعني مثلا مش كنت تقولك يقرأ السيار بلاش سيار أعلى منه ولا ترتيب السيار او اللي حاولوا يعملو زي اختصار لسيار أعلى منه ولا أظن كان فيه اختصار جيد كنت قرأته بتاع نزهة الفضلاء بتاع محمد موسى الشريف نزهة الفضلاء لفسيار أعلى منه ولا وفيه أظن فيه أكثر من اختصار له حلية الأولياء أو مختصر أو ترتيبه وتهزيبه ما تقرأ شوف الناس دي يعني عايش هؤلاء الذين سبقونا اخرج برا مجتمع الاستعراض والمشاكل ده جزء كبير منه أنا بنصحك هو بنصح نفسي جزء كبير من ده وهم عشان أكون صريح معاك جزء كبير مما تراه هو وهم وكثير من هذه المعارك هي وهم لا حقيقة لها على أرض الواقع هل ده معناه إن أنا بقولك معركة مثلا الخلاف العقدي الموجودة ليست لها قيمة بالعكس أنا أصلا بقولك ارجع لكلام السلف دعك من كل هذا واعتمد كلام السلف الأم هم خير الناس لذلك أنا نصحتك بقراءة فضل علم السلف عبد الخلاف يا ابن رجل هلل يعني مشيخنا مع المناش حاجات في مسائل العقيدة ودقائقها وتفاصيلها لكن ما لي عموم الناس بهذا الأمر ما لي اقحام الناس يتعالوا إلى كلمة سواء يعني ليه ليه الخوض ده ارجعوا إلى اكتفوا بمجملات الكتابي والعجيبين الكل طواف تقولوا كده يقول لك العوام الأصل انه يكتفي بمجملات الكتاب والسنة ويقوم دار يعني مش عارفة اقول لله مش مهم يعني احد الفضلاء حاول برضو يحط نقطة نظام شوية ثم اقتحم وتكلم طب ما هو انت الوقت ما عنديش مشكلة تتكلم قول انا هنزل رد على طائف الفضل ما فيش مشكلة وده موجود والعلم سيظل موجود وعلى فكرة تقديم العلم بلغة صعبة تقبر مهم عشان يظل ان المسألة دي او الخلاف ده هو خاص بطائفة معينة مش مطالب ان الناس تخط فيها اصلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم بل من معاني الآية ان هناك معاني في الدين لن يفقهها حق الفقه الا من سار وجاهد وبذل وضح يعني في بعض في قولين او في اكتر من قول من بعض معاني الآية ان الذي خرج ليجاهد هو الذي تفقه فاذا عاد الى الذي جلس يخبره بمرأة من سنن الله وآيات الله ومعاملة الله في معاني انت يعني لن تجدها يا حسن انك تعتكف او تتعب او تدور على مسجد او تسافر عشان تتعلم او تسهر او تدعو الى الله او تنهى عن منكر دي اعمال انك تجاهد عشان تزبط قيم ليلك ونومك وتقع منك طب جلس الضحة طب تروح منك طب هتطر ان انا هختار حاجة وقاعدة مجاهدة دي معاني بتبنا بصورة راكمية مش يحط لي في البروفيل قلت الاعراب واملنا مش تحط لك اصد يعني مش تحط في البروفيل بتاعك ان انت كذا او خديد كذا مشي وبعدين هنحول الدين الى كلام هتحول التدين عندنا الى حالة من الاستعراض وان ده رد على فلان وانت بتشجع فلان وفلاننا سيكسب وفلانكم وخلاص وهيبقى ده الموضوع ويتعلم لي يجادل ويتعلم لا لما تقرأ كلام اهل العلم في ثمار العلم والخشية زي دي في كلمة عجبتني اللي ابن رجب احني كلمة كلمة مؤلمة خصوصا مع الانفتاح العلم اللي احنا عايشين ويعني ده القصد ابن عبدالبر معدرة قال ومن طلب العلم للعمل واراد به الله فالقليل يكفيه ان شاء الله ومن طلبه للناس فحوائجه ناس كثيرة وده بيحصل ان كل شوية يطلع حاجة او يطلع ترند فالناس تروح تشتري الكتب بتاعتها وده بيحصل كل معرض كتاب بتجد انه بتقابل الشباب مقبلين على شراء نوع من الكتب معين ده اللي كان عليه الترند او عليه الضوء الفترة دي ثم يخفط فتجد الشباب المعرض اللي بعده او قلت 34 سنين لما الترند يخفط يتجه معين ثم لا يكمل شيء هو زي ما قلتلك هو اصبح خبير بكثرة التنطيط والخلافات والنقاشات والمعارك التي خضها فيعني كده طولنا للأسف كان فيه معنا تاني عايزة تكلم لكن ناجله لدرس التدين لاننا نعمل درس كامل عن قضية التدين طب وايه هي ثوابت هذا التدين الصحيح على الأقل اللي فيها نوع من الاتفاق يعني وايه اسباب التدين الخاطئ بأنماطه كلها اللي دخلت علينا يعني وده محتاج لسه اسمع اكتر من الشباب يعني عشان اقدي الدرس ده لكن كان غرضي اليوم اكتر حاجة اثرت فيه كلمة الام الطبري ولما يدخل العلم بشرائع الإيمان وحقائق معانيه في قلوبكم بلاش تعيش في مجتمع الوهم بلاش تعيش في مجتمع الاستعراض بلاش حياتك على السوشيال ميديا لا علاقة لها بحقيقتك وبتابع ناس وبعد كده تحصل لك حالة من الصدمة في نفسك او في اخرين فانك ملكش واقع حقيقي على الارض مفيش واقع طب ليه ليه ما تنشئش انت نواة صغيرة في منطقتك او في حياتك ليه ليه انت عايز تتعلم طبع تشوف واحد صاحبك او جارك او اي حد ويعملوا نواة صغيرة ويتعلموا ويدعوا الناس ويصلوا مع بعض حفظوا على الصلاة ليه فنصيحتي لك ارجع لكلام كلام الاوائل يعني ما تيجي تقرأ جامع بين العلم من عبدالبر او اقول لك عن شيء مش احنا متكلم عن الايمان طبعا مرضوش ادخل يعني كنت عايزة اقوله سريعا قضية الايمان والعمل الايمان شعب الايمان عندنا شعب الايمان اعمال انت يعني ماذا شعب الايمان ايه في حياتك يعني عجبني اوي كتابك جزام الله خيرا الاخوة القائمين عليه عمله تقريب لشعب الايمان يعني شعب الايمان انت الايمان باقي كبير شوي فعملوا له تقريب واظن بدأ ينزل يعني بدأ يباع يعني اتعمل منه طبعة اولى ونزل للطبعة التانية كالطبعة الاولى في مجلدين ونزل للطبعة التانية في مجلد واحد كتاب جميل لكن انت تمر عليه اي كتاب من هذه الكتب اذا ما قلت لك حسب مرحلتك رياض الصالحين ان تقرأ رسائل الامام ابن رجب ابن القيم لورسالة جميلة رسالة ابن القيم لأحد اخوانه بهذا النص تقريبا رسالة ابن القيم لأحد اخوانه انك انت تعطي نفسك هذه الامور وتنكب على حالك وتنظر الى الاعمال الحقيقية في حياتك الى حقائق الايمان في حياتك الحقيقية مش في حياتك الوهمية مش مش النهاردة طقتك انت فرغت طقتك في منشور واعجاب وتعليق وخناء وخلص اليوم على كده لان انت مشغول طبيعا انك عندك حيات الدنيا عندك دراسة عندك شغل فكمان الوقت الفارغ عندك اللي هو القليل ضيعته في هذا الامور اين حقائق الايمان في حياتنا هذا الواقع العمل لان النسان بيصدم بيصدم في نفسه وكثرة اخدوا بالكم كثرة المفارقة بين الكلام بتاعك وبين واقعك الحياة يورث نفاقا في القلب شعبة من شعبة النفاق بتنمو وتجمر وأنت لا تشعر واستمرار هذه المفارقة بين كلامك وواقع حياتك وواقع قلبك يورث نفاقا في القلب ماشي مش النفاق الكفري شعبة من شعبة النفاق وتنمو هذه الشعبة لان احنا عندنا مش زي الخوارج يا مؤمن يا كافر لا في شعب يعني مش المعصية بتحول الانسان لكافر اقصد الايمان شعب واشي قسم استفاض في المعنى ده فكذلك النفاق شعب ودرجات فكثرة المفارقة واستمراء الوضع في فرق بين انت بتدعو وتعو في معصية كلنا اصحاب معصية لكن كثرة شوف ربنا اقول ايه اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم هو ناسي ان هو مطالب بهذا الخطاب ناسي ان هو مخاطب بهذا الخطاب هو ناسي هذا الامر فلم يعد يخاطب نفسه يعني احمد دلوقتي بيدعو الناس وبيكلل الناس طب انت بحتاج تدعو نفسك وتخاطب نفسك وان تخلو بنفسك وان تحاسب نفسك ما هي ضمن المخاطبين انت ليه استثني نفسك لماذا تستثني نفسك من هذا الخطاب فأنت مطالب بهذا الخطأ بل أنت أول المخاطبين أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول الأول والمؤمنون كلهم آمن كان هو آمن الأول فأن تؤمن وأن تطبق ما تقول قدر المستطاع تقول الله ما استفعتم فإنك تخاطب نفسك بهذه الحقائق أن تكابد هذه الأمور أن يكون الدين واقعا مش مورد استماع الدروس بقت كتير على اليوتيوب والبرامج كتير إياك أن ده يتحول الدين كلامي فقط في حياتك ولا واقع له في أعمالك بتاعتي اللي بتلقات بيتصدم الإنسان في نفسه وزي ما قلت استمرار المفارقة بين الكلام والأعمال والقلب تورث شعبة من شعب النفاقي في القلب أسأل الله سبحانه وتعالى أني طاهرة قلوبنا من النفاقي وأسأل الله سبحانه وتعالى طاهرة قلوبنا من الرياء وأن أجعل أعمالنا خلاصة الوجه وأن يغزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى وأن يمنى علينا بمعاني الإيمان وأن يجعل الإيمان يدخل في قلوبنا وأن يلامس الإيمان قلوبنا ومعليش الدرس كان عبره عن درداشة مفتوحة كان في أكثر من موضوع إذا أتكلم عليه لكن إن شاء الله أجله لباقية الأمسيات التربوية وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الخاتمة وأن يسترم الله سبحانه وتعالى بستره وأن يمنى علينا بكرمه وفضله سبحانك الله وفي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر